يا أهلا وسهلا كالعادة البداية تحية لكل الأهلوية حلقة جديدة والسادسة أهلا وسهلا بك يعني خليني أقول لكم في بداية حلقة النهاردة أنا كل يوم أربع ببقى في منتاز سعيد ليه؟ لأنه في جزء كبير من الحلقة بيبقى مرتبط بالكرة العالمية ولما بنكلم عن الكرة العالمية بحس أني هم نتكلم عن كرة بجد النهاردة ساعدتي زيادة شوية لأن إحنا هنقفل ملف المحلي يعني الأهلي طبعا فرحان طبعا لأنه الأهلي بينفرد بالصدارة وساب كل الفرق اللي بتنفسه تتطاحن وتتصارع على المركز التاني وزاد من عمق جراح منافسية عادل فيوتشر وخسارة الزمالك أمام المحلة لكن قصة أنك أنت بتقفل صفحة الدوري وأنت في الصدارة طبعا بفرق كبير جدا فرق بينك وبين الزمالك نعرض 11 بونط بينك وبين فيوتشر صاحب المركز التاني 6 بونط يديك الحمد لله أريحية كبيرة جدا تفصل تركيزك وتفكيرك تماما وتروح بقى إيه للكلام اللي بجد تسيب حالة الهزل حالة الهديان حالة الإسفاف حالة العك تسميها زي ما أنت عايز تسميها اللي بتحصل عندنا هنا في الكرة في مصر وتطلع لحاجة حلوة كده حاجة مشرقة حاجة تتشرف أنك أنت دايما ضيف دائم عليها في حضور أبطال العالم أبطال أمريكا الشمالية مع أبطال أمريكا الجنوبية مع أبطال أسيا مع أبطال أوروبا والأهلي في المونديال حلقة النهاردة عنوانها الرئيسي إن إحنا بنقدم لحضرتك مقدمة مين هو أوكلين سيتي إحنا أوكلين سيتي مش غريب علينا لكن أوكلين سيتي اللي هيظهر عندنا النهاردة أو هيظهر بالزبط بالتمام والكمال كمان أسبوع في مواجهة النادي الأهلي غير أوكلين سيتي اللي إحنا واجهناها قبل كده في البطولة هنحاول نقربكم من الفرقة وظروفها ومعايشتها ونجومها ومديرها الفني الأسباني الجديد هما بالمناسبة في نيوزيلندا مؤمنين جدا بفكرة فلسفة الكرة الأسبانية وعملين معسكر في أسبانيا يعني هما خلصوا الدولة بتاعهم من فترة طويلة أعتقد في نوفمبر أو في ديسمبر فبالتالي عاملين معسكر هيلعبوا فيه مباراة ودية لكن خلي كلام على أوكلين سيتي نأجله شوي يعني هنفرد له مساحات كبيرة جدا مع زوفنا النهاردة بلاي المحسن وأحمد مصطفى هنقرب لكم الفرقة ومحترفينها ومديرها الفني ونتائجها في مباراتها الودية وفضل لهم وراء وحيدة مع بارسا أتاتك مهمة جدا 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 لأن القصة يعني أو مش قصة دي قصص كتيرة جدا اتكلمنا فيهم مع حضراتكم وغيرنا الحقيقة من زملاء المحترمين اللي بيشتغلوا في الإعلام الرياضي واللي بجد بتحس أن هما ما بيحركهمش أجندات أو ما بتحركهمش مصالح سواء كانت مصالح شخصية أو مصالح لجهات هما بينتموا لها أو حابين يظهروا مسندتهم لها بشكل من الأشكال أو ما بتحركهمش حتى فكرة تصفية الحسابات ناس بتتكلم من قلبها بجد وهمها الأول مصلحة الكرة في مصر ومصلحة الرياضة المصرية وأن الأمور المعوجة لسنين طويلة جدا ينصلح حالها قصة مش قصة فشل في الإدار إحنا ما وصلناش للمرحلة دي والمسؤولين في الوقت الحالي ما يتحملوش المسؤولية مفردين الحقيقة لكن تقدر تقول إن كل الإدارات اللي تعاقبت ما عملتش جديد ما قدمتش جديد كله من نفس السندوق كله من نفس الكتالوج وبالتالي أزمة تلاتنبرج وهي أزمة طبعا هنتكلم فيها بالتفصيل لكن الحقيقة توابحها بتحط سمعة الكرة المصرية على المحك خليوا بقى لحضراتكم الأزمة بتاعة تلاتنبرج وصداها وصداها وردود الأفعال عليها في الخارج اللي يمكن كتير وأنا هستعرض معكم جزء بس منها النهاردة واللي يمكن كتير ما يعرفوهوش أو كتير ما يحسوش به وخصوصا لأنها بتيجي مع وقت أو بعد وقت قليل جدا جدا من أزمة كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري بتحط سمعة الكرة في مصر وسمعة المسؤولين عن الكرة في مصر على البحك أزمة تلاتنبرج أبدا ليست أزمة لجنة حكام أو واحد من المسؤولين عن لجنة كان يعني أو سيظل أنا مش عارف الموقف هيكون إيه لكن أعتقد أن إحنا علينا أن إحنا نتعامل مع الأزمة دي تحديدا من منطلق حرصنا على سمعة الكرة المصرية مش ممكن كل ما نلجأ لخبرة محترفة أجنبية وخصوصا إذا كان اسم كبير في مجاله يعني كارلوس كيروش تتطفق تختلف معاه تحبه وتكرهه كمدير فني تشوفه مدير فني من أفضل مديرين فنيين تقول له مسؤولية أو واحد ما أضفش جديد للكرة المصرية ده شيء وسمعة كارلوس كيروش واسم كارلوس كيروش فيه عند الرأي العام برة وتأثيره وصوته الواصل لمعظم وسائل الإعلام في الخارج شيء تاني خالص نفس الأمر ينطبق على كلاتنبرغ بتكلم على واحد صاحب تجربة نكحة مش بس كحكم تكلم على حكم كان بيشتغل في الدولة الإنجليزية أهم وأصعب وأغلى بطولة للأندية على وجه الكور الأرضية وبتكلم على حكم ليه تجارب في قيادة مشوار تطوير التحكيم في أكثر من دولة وبالتالي ما أعتقدش أبدا أنه مصدقيتنا وكلمتنا في مقابل كلمته هيكون لنا فيها الأفضلين فأنا أعتقد أنه بمنتهى الحرص وبمنتهى الدبلوماسية وبمنتهى الزكاء يجب التعامل مع أزمة كاتنبرغ إيه أزمة كاتنبرغ وإيه ردود الأفعال وإيه تصريحات اللي تكتبت وتقالت عن الراجل برة كل ده نستعرضه مع حضراتكم بالإضافة طبعا للإطمئنان على بداية بداية السعادات الأهلي لمونديال الأندية كل ده في حلقة النهاردة من السادسة تابعونا بس بعد الفصل طيب نكلم بقى على مطشن بارح يعني طبعا أنا عارف أنه ممكن أغلب النسطة تفل معاه في القصة دي أنه يعني ما كانش مطش عظيم والأهلي لعب على قد المباراة وحقه هدفه منها بقى المجهود ممكن مباراة تقدر تقول عليها متوسطة المستوى أهم حاجة فيها أنك انت خدت تلاتة بنت غير كده ما فيش كلام كتير يتقال لكن الأهم طبعا هو بداية مرحلة تستعد لكاس العالم ومسر كل الحقيقة بعد المطش قرر أنه ما يديش راحة ويبتدي احنا مستفدين إن شاء الله بإذن الله يوم 29 للمغرب عشان نستعد للقاء أوكليند سيتي يوم واحد النهاردة كان فيه تمرينة الصبح رجل طبعا تكلم في البداية قد محاضرة لعيبة كده طبعا طالب فيها كل العناصر في الفريق أنها تركز وأنها تستغل الفرصة احنا رايحين طبعا زي ما حادتكم شايفين كده لقطات من تمرينة النهاردة بالمناسبة عايز أقول لك ياسر إبراهيم ومنعم محمد عبد المنعم كامبس شاركه في تمرينة النهاردة وده طبعا خبر يعني مهم جدا عدم مشاركة كهرابا مبارح مش لوجود إصابة أو لقدر الله إجهاد لكن الرجل يعني قال يريحه أو يعني يفضل إن هو ما يخطرش بيه وخصوصا طبعا مع تقلق شريف يعني شريف اللي احنا نعرفه رجع مرة تانية جاب جول حلوة مبارح مرعونة عطية بحقيقة مبارح ورده عامل جيم تحس إنه اللعيب ده مش جديد على الأهل تحسوا فيه يروح الفنالة الحامرة في الجينات فعمل جيم كهاز جدا برونو سافيوت مرة مفيش حد يعني يغاب عن التمرينة باستثناء هاني وحسين الشحات كانوا موجودين في الجيم هو الشحات يمكن في مطش الزمالك كان اشتكى كده من ألام خفيفة في الرجبة وهاني اشتكى برضه من بعض الألام موجودة في عدد السمانة فيعني اتعمل لهم برنامج تأهيلي ومشاركوش في مطش مبارح والنهاردة كانوا موجودين في الجيم لكن أكيد إن شاء الله بإذن الله مفيش مشاكل يعني ما عندهمش المشاكل وبإذن الله يكونوا جاهزين لمباراة أوكلين سيتي سافيو موجود بالتالي الأهلي إن شاء الله بإذن الله رايح أو مسافر المغرب بإذن الله فول سكواد طبعا انتوا عارفين كريم وأكرم الاتنين برر حسابات نتمنى إن شاء الله يرجعوا بالسلامة برسيتاو ظهر مبارح من قبله طهر محمد طهر السلية ظهر مبارح فالحمد لله الحمد لله تقدر تقول كده إنه مستشفى الأهلي ليس كامل العدد يعني طبعا بعد إصابات كتير وغيابات كتير في مباراة الدربي في مباراة الزمالك سكواد الأهلي بيرجع الحمد لله تقريبا إحنا رايحين المغرب فول سكواد فبالتالي إن شاء الله بإذن الله تكون كل أوراق كريستو فأنا شخصيا مراهن على الولد ده يعني أتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه ياخد فرصة ويكون أدها ويثبت للجميع لأنه العيب الحقيقة عنده شخصية وعنده إمكانيات وعنده سرعات وعنده مهارات فأتقدر تقول إنه إن شاء الله بإذن الله يكون واحدة من أهم أوراق الأهلي في الفترة اللي جاية زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة أوكلاند سيتي خلص الدوري بتاعه في شهر نوفمبر اللي فات وحاليا يعني بعد فترة راحة سلبية تقدر تقول مع قلب ريارة المدير الفني الجديد بتاعهم وهو أسباني الجنسية برضو زي ما قلت في دات حالة هم مؤمنين جدا بفلسفة الأسبانية دي آخر تمرينة للفريق هم لعبوا مطشين في كتالونيا المعسكر ده أعتقد بدأ بمواجهة مع فريق من كتالونيا اسمه راديس فريق مش معروف قوي وبعد كده لعبوا مع جانبو موتورز الجنوب بطل كوريا الجنوبية مباراة خسروها بنتيجة 1-0 وبكرا إن شاء الله يلعبوا مع بارثا أثلاتيك مباراة تلتة والأخيرة قبل إن شاء الله ما يتعجهوا بعد كده للمغرب عشان يبدأوا مشوارهم طبعا في مواجهة الأهلي في كاس العالم مش عايزة هون ومش عايزة هول مباراة أوكلاند سيتي أكيد الأكيد خلينا متفين هي أسهل مباراة أو أسهل فريق ممكن تواجهوا في البطول أسهل من الهلال وأسهل من الوداد وأسهل من أوكلاند سيتي أسهل من قصدي سياتل ساوندرز وأسهل طبعا من فلمانجو لكن مباراة محتاجة كل التركيز والجدية لأنه الفوارق كبيرة جدا هم عندهم خمس محترفين آه لكن عندهم لعبة كتيرة جدا كبيرة في السن يعني هاتنين من المحترفين واحد ياباني أعتقد لفت باك الباك الشمال بتاعهم عنده 39 سنة وعندهم سنتر فرويد أو مهاجم يعني أرجنتيني سنه 34 سنة وبعد كده بقى فيه محترف من أعتقد الجزائر يعني هستعد مع حضراتكم أرقامهم بطولاتهم زي ما قلتلكم حالة النهاردة فيها جزء كبير جدا تقديم الفرقة أوكلاند اللي احنا إن شاء الله هنقابلها في بطولة كاسر عالم خلينا أقولكم النهاردة مباراة مهمة جدا بعد خسارة ما كانتش متوقعة أو منتظرة أمام الدنمارك ولكنها الحمد لله ما كانتش مؤثرة لكن في النهاية تأهلنا لمواجهة منتخب السويد في دور التمانية النهاردة 9 ونص بتوقيتنا هنا في القاهرة منتخب مصر لكورت الياد إن شاء الله في مواجهة مصرية ومهمة في طريقه بإذن الله للمربع دهبي هيقابل فيها منتخب السويد الصحب الأرض طبعا والجمهور في نسخة 28 من بطولة كاسر عالم لكن لو كسب السويد وما كسب السويد والتأهل لدول أربعة في حد ذاته أعتقد أنه إنجاز محترم جدا يعني أنك توصل مربع دهبي في بطولة كاسر عالم ده إنجاز طبعا محترم ويحصى بالحقيقة للجيل الحالي وإن شايف أننا نقدر نتفوق على السويد احنا بالمناسبة منتخب السويد كسبناه وتفوقنا عليه في أولمبياد توكيو وتأهلنا برضو أو كسب السويد هي طريقنا للمربع الدهبي فإن شاء الله بإذن الله نقدر وخصوصا مع عودة بعض الأسماء اللي غابت والنجوم اللي غابوا عن مباراة الدينمرك وإن شاء الله يقدروا يصنع الفرق حتى ولو نجحت فيه التأهل على حساب السويد عندك برضو بمواجهة تقدر تقول يعني من العيارة إيه يا ألمانيا يا فرنسا والإثنين طبعا أبطال عالم لكن نحن لها يعني منتخب مصر الكورت اليد يخليك قلبك جامل وتقول نقدر ليه ما نقدرش إحنا عندنا فرقة محترمة جدا 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 وتقدر تروح لبعيد الأهم إن شاء الله إن إحنا نركز فيه مطشو النهاردة ونقدر نتجاوز عقب السويد وبعد كده يحلها حلال ونفكر هنلاعب مين فرنسا كانت أو ألمانيا طيب نيجي بقى لقصة مارك لاتنبرغ مارك لاتنبرغ الحقيقة كلنا تفقلنا وأنا من الموسم اللي فات يمكن كنت يعني من أوائل الناس اللي قلت يا جماعة إحنا بنلجأ لخبرات أجنبية كتير جدا في مجال التدريب وفي مجال النواحي البدنية والأحمال وحتى بعض المحلل الأداء في مصر بيشتغلوا النهاردة أجانب يعني بقينا نؤمن بالتخصص فبعد مشاكل موسمين أو ثلاثة في مصر كتواضحة جدا وخصوصا خصوصا من أول ما بدأ تطبيق تقنية الفار ابتدئنا نطرح الفكرة ونقول طب ليه جماعة ما إحنا بنجيب مديرين فنيين للمنتخبات وبنجيب أجانب يعني وبنجيب مديرين فنيين للأندية أجانب برضو ده معناه أنه ممكن نبقى محتاجين لخبرات متقدمة نوعا معنى اللي موجودة هنا ناس عندها قدرة على أنها تطور وتاخد الدنيا وتتحرك بها لقدام طب ليه ما نفكرش في الموضوع ده في التحكيم وقد كان وستبشرنا خير بتولي مارك لاتنبرج المسئولية من بداية الموسم وابتدنا نحس صحيح فيه أخطاء لكن أعتقد أنها نسبتها وتأثيرها قل ولاحظنا كمان مع فكرة قلة الأخطاء أنه بقى فيه تطور لمستوى الحكام بقى إينا نشوف شوية في الدولي المصري لعبات ومواقف مشابهة شوية اللي بنشوفها في الدوليات في كل حتة في العالم وبالتالي ده كان واضح أنه واحدة من أهم البصمات اللي عملها كلاتنبرج فيه فترة صغيرة فترة بسيطة تحسب لي سيبك من قصة التعاقد وشروط التعاقد أو بنود التعاقد دي حاجة يتسئل فيها بعدين من قام أو من تحمل مسؤولية التعاقد مع مارك لاتنبرج فكرة أنه يبقى رايح وييجي أنه يبقى مش متفرغ دي قصة تانية لكن أتكلم عن مهام عمل مارك لاتنبرج سواء كان مستشار تطوير للجنة الحكام أو كان رئيس لجنة الحكام لكن اللي حصل في وقعة لاتنبرج وخروجه من المشهد أو انسحابه بمعنى أصح من المشهد حطينا أمام سؤالين في منتهى الأهمية يجب أن نجيب عليه أولا هل رحيله كشف المسطور؟ يعني ما تم التصريح به على لسان كلاتنبرج بأنه كان يتم التدخل في عمله وكان بيتم تغيير بعض الأطقم التحكمية لبعض المباريات السؤال هنا للابد أن نحن نوضحه للرأي العام أو للمسؤولين سواء داخل لجنة الحكام ومفتحة الكرة يوضحوا للرأي العام هل دا كان بيحصل فعلاً ولا لا؟ وإذا كان بيحصل كان بيحصل ليه؟ وعلى أي أساس وبناء على إيه ممكن لأي حد يكون عنده سلطة التدخل في تغيير اسم حكم في مباراة بعنا نمر اتنين وده اللي يهمني أكتر لأن القصة هنا ما بقتش قصة لجنة حكام ولا قصة تحكيم مصري دي بقت إلى حد كبير جداً مرتبطة بسمعة واحد الكرة المصرية اتنين بسمعة مصر وأرجو أنه الناس تحط الكلام ده أو تحط تحت الكلام ده ميت خط أحمر ليه؟ لأنه اللي هيعرف صحف الإنجليزية ومنهم صحف كبيرة جداً نشرت تفاصيل الموقف والأسباب اللي قدت بمارك لوتنبرج أنه ينسحب من المشهد يعني مثلاً دي دا سن مارك لوتنبرج يخرج من مصر بعد ما تعرض يعني شوكينج أبيوز يعني يعني مضايقات بقى انتهاكات يعني سميها زي ما تسميها لأنه اللي في التفاصيل الخبر دي مثلاً الميرر الحكم السابق في البريمير ليك طبعاً مارك لوتنبرج تم إجباره على الهروب أو الخروج من مصر بعد سلسلة من الاعتداءات أو الهجمات أوكي؟ دي العنوين احنا نتكلم على ميرر نتكلم على دا سن لكن لما تخص في تفاصيل الخبر وتجد أنه في كلام مرتبط بأنه طبعاً احنا عارفين الهجوم اللي تعرض ليه بشكل مباشر من أحد رؤساء الأندية أنا مش هسمي لأنه مش قصتي أنا قصتي مصر وقصتي سمعة الكرة المصرية فبيتقال في الجرائد الأجنبية ويتقال في الصحف الإنجليزية أنه الرجل هرب من مصر خوفاً على حياته خوفاً على حياته بعد أن تعرض لتهديدات إيه ممكن يكون الانطباع لأي حد بيقرأ وما يعرفش مصر وما يعرفش الكرة المصرية وما يعرفش الظروف والأوضاع هنا في مصر إيه ممكن يكون الانطباع عن الظروف والأحوال هنا في مصر لما يتقال أنه تم توجيه التهمات تخص يعني مسألة الشرف لمارك لاتنبرج من رؤساء أحد الأندية إيه ممكن يتقال وطبعاً ردود الأفعال واخدوا بالحضراتكم بما أنه في حكم دولي هنا مهم في يوم الأيام كان بيحكم في الدولة الإنجليزية تأكدوا طبعاً أنه فيه متابعة لتجربته ومصدقية لكل ما يقوله على الأقل في صحف بلده يعني راجل ده لما هتكلم كلمة وإحنا هنرد على نفس الكلمة دي هناك أكيد طبعاً كلمته بتصدق عن كلمتنا عشان كده قلت يجب التعامل يعني منتاز زكاء مع أزمة تطوير لجنة حكام وما بقيتش قصة تطوير فارك لا لا خالص القصة راح تلقى بعد من كده والأدهى الحقيقة والإداء أكتر من كده كمان أنه ده بيحصل أو الكلاش ده الصدام ده بين كلاتنبرج وبين مسؤولين في اتحاد الكرة في مصر بيحصل بعد صدام مع مدير فني مارموك أنا ما كنتش بحاجة بكارلس كيلوش كنتحس أنه هو مش أحسن حاجة يعني مش هو ده الملائم من الكرة المصرية ولكن الراجل في النهاية سي فيه محترم جدا ومدرب عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معاني ومقاييس كارلس كيلوش اسم ليه سمعة كبيرة جدا بره فلما يطلع ويهاجم وينتقد ويجي من بعده مارك لاتنبرج لا إحنا عندنا أزمة في التعامل مع أسميهم الخبرات الأجنبية سواء بها في التحكيم أو في التدريب عندنا أزمة كبيرة جدا ولابد من التعامل معها بممتال حرص والحقيقة كان الله في عون المسؤول عن حل أزمة كلاتنبرج وأتمنى أتمنى أتمنى أنه يعني الراجل يكمل مشواره ده ممكن يكون جزء بسيط جدا من رد على الهجمة الشرسة اللي تعلقت بفكرة التعامل معه في مصر وتهديدات أنا طبعا سمع أنه في خلاص القصة انتهت بشكل رسمي وأنه في بديل أجنبي أو في اسمين أجانب بيتم تحضيرهم لكن أعتقد أعتقد أنه دي هتبقى شيء بيمس بشكل كبير جدا الكرة المصرية وفي حال التأكد رحيله أعتقد أنه هيدي مزيد من التفاصيل وأتمنى أنه ما يحصلش شيء يعني يكون مضر لنا ولسمعتنا سواء كرياضة أو كدولة مصرية طيب قبل ما نروح بقى لأوكلن سيتي وقبل ما نروح لرحيتنا في كاس العالم خلينا نروح فصل نرجع بعده نتكلم على لعبتنا المحترفة وجولتنا كل يوم أربع في السادسة جولة الجي بي أس بس بعد الفصل أسبوع تقدر تقول عنه أنه أسبوع جيد جدا أنا مش هقول ممتاز لا ممتاز ديسة شوية لكن أسبوع جيد جدا بالنسبة لمعظم محترفين والنتائجهم مع أنديتهم ومشاركتهم وتأثيرهم في تحقيق النتائج دي كأجمالي يعني مشاركات في الأسبوع اللي فتالي تعالوا نروح لإنجلتورا بداية ونبتدي مع نجمنا المصري محمد صلاح كان ليفر بول عنده لقاء مهم جدا مع تشالسي وشارك في المباراة محمد صلاح طبعا بداية مع مو صلاح في ليفر بول اللي في كلام النبوس اللي ده ممكن يكون آخر مواسم محمد صلاح مع ليفر بول لكن هتكلم في الموضوع ده في الفقرة اللي جاي صلاح شارك في مباراة فريق الأخيرة أمام تشالسي والانتهت بتعدل سلبي شارك لمدة 90 دية كان ليه محاولة وحيدة على المرمى لمس الكرة 49 مرة خسرها 12 تميلياته 32 بمعدل دقة و81% أربع مراوغات نجح في اتنين منهم تقييمه في المباراة 6.9 درجة وليفر بول طبعا بيترنح يعني بعد ما الساعد جزء من توازنه لكن رجع مرة تانية نزيف النقاط حاليا في المركز التاسع بلسيط 29 نقطة وطبعا يعني في موقف متأزم يهدد جزء من نجوم الفريق وبما فيهم كمان يورجين كلوب طبعا المدير الفني اللي البعض قال انه ده آخر موسم له مع فريق ليفر بول نسيب محمد صلاح ونروح لسام مورسي سام مورسي طبعا بيلعب مع إبسويتش تاون وشارك في خسارة فريقه أمام أكسفورد يونيتد بنتيجة 2-1 لعب المباراة كاملة 90 دقيقة لمس الكرة 52 خسرها 17 تابريلاته 42 تمريرة بنسبة دبقة 62% كيفاسز أو تابريلات مفتاحية 2 التحامات أرضية 10 نجح في أربعة التحامات هوائية 2 نجح فيهم بنسبة 200% وارتكاب الأخطاء يعني 3 أخطاء وتقييمه 6.9 وإبسويتش تاون حاليا في المركز الثالث في جدول الدولي اللي هو الليج 1 طبعا مش الشامبينشيب ولا حتى الكرينير ليج فرنسا فريق نونت نجم المصري المحترف في صفوف نونت الفرنسي مصطفى محمد اللي شارك مع فريقه في يعني مشاركة طبعا مصطفى كان ممكن تكون أفضل لكن على الأقل فريقه قدر يحقق الفوز على تاون الفرنسي بركلات الترجيح في مسابقة الكاس مدة مشاركة مصطفى كانت تسعين ديها كان ليه 3 محاولات على المرمى كان ليه إهدار فرصة وحيدة مؤكدة وهي ركلة جزاء أهدارها مصطفى لمس الكرة 50 مرة خسرها 14 مرة تمريراته 22 تمريرة بنسبة نجاح 86% خمس محاولات للمراوغة نجاح في 2 أنقص فرصتين وتقييمه في المباراة 6.5 طرج من فرنسا نروح لألمانيا عمر مرموش فوز عارض جدا بحق بولسبورج الحقيقة اللي تقدر تقول عليه واحد من الفرق اللي بتتقدم بسبات في الدولي الألماني في بولسبورج في مواجهة كولن أو كولن الألماني هي كولن كولن الألماني المشاركة لمدة 45 دي كان ليه محاولة وحيدة على المرمى أربع محاولات للمراوغة ما نجاحش في ولا واحدة فيهم لمس الكرة 38 مرة تمريراته 22 بنسبة نجاح 77% التحامات هواقية خمسة نجاح في أربعة والتحامات أرضية تمانية نجاح في واحد وخسر الكرة 15 مرة وبولسبورج حالياً في المركز 17 في الدوري برصيد نقطة واحدة أعتقد كان مركزه تحسن بس يعني خلينا نرجع للجزئة دي مرة تانية هتأكد منها نروح لتركيا وطبعاً عندنا اتنين من المحترفين تريزي جي وكوكا والبداية هتكون مع تريزي جي لعب ترابازون سبورت تريزي جي شارك في فوز فريقه في مباراته الأخيرة على فريق اسطنبول بنتيجة أربعة صفر مدة مشاركته كانت 30 دقيقة فقط شارك وأحرز هدف أحرزته في فرقة ترابازون سبور لمس الكرة 29 مرة خسرها 3 مرات كانت 3 محوالات على المرمى تمريراته 17 كلهم نكحين بنسبة دقة 100% تقييمه 7.8 درجة وترابازون سبور بيحتل حالياً المركز الخامس في الدولة التركية برصيد 35 نقطة نسيب تريزي جي ونروح لكوكا أحمد حسن كوكا لعبنا المصري المحترف في ألانيا سبور شارك في مباراة فريق الأخيرة اللي انتهت بالتعادل 2-2 أمام فتح قراء جمرك وكانت مدة مشاركته 76 دقيقة 3 محاولات على المرمى لمس الكرة 14 مرة خسرها مرتين تمريراته 6 بنسبة دقة 100% انقاذ الفرص فرصة واحدة والتقييم 6.8 درجة وألانيا سبور حالياً بيحتل المركز التاسع في جدوة الترتيب برصيد 25 نقطة محطتنا الأخيرة في الجي بي أس مع محترفنا المصريين في المملكة في السعودية نجمنا طبعاً طارق حامد وأحمد حجازي المحترفان في اتحاد جد اللي جهتها المركز الثالث في الدولة السعودي طارق حامد شارك في فوز فريقه في المباراة الأخيرة على الفحاء بنتيجة 3-0 وشارك لمدة 90 دقيقة لمس الكرة 111 مرة أرخمطر اتطولت جداً على فكرة في اتحاد جد ولمس الكرة 111 مرة خسرها أربع مرات بس لـ 99 تمريرة بنسبة نجاح 98% تمريرات طولية أربعة بنسبة نجاح ثلاثة يعني 75% تحملات أرضية تمانية نجاح في أربعة فيهم ارتكاب ارتكاب الأخطاء اتنين ودي طبعاً واحدة من أهم يعني معالم تطور أداء طريق حامد تقييمه 7.2 درجة واتحاد جدا حالياً بيحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة وراء الهلال والنصر وأيضاً طبعاً في جدا ومع الاتحاد أحمد حجازي اللي شارك فيه تعادل الفريق أمام الشباب لعتقد ديكات 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 المباراة اللي قبلها طيب خلينا نرجع لك الحقيقة طبعاً نفس الأرقام أو نفس المباراة اللي شارك فيها طارق هي نفسها مباراة الفيحاء اللي فاز فيها التحاد جدا على فريق الفيحاء بنتيجة 3.0 وحجازي الحقيقة وطارق حامد من الأعمدة الأساسية في الفترة الأخيرة متقلقين بشكل جيد جداً مع التحاد جداً مع كل التمنياتنا طبعاً بالتوفيق لكل محترفين أنني لم يشارك والحقيقة يمكن أنني وإن كان طبعاً صلاح سبق له التتويج ببطولة الكريمير ليج لكنني على عتاب أنه يكون ثاني نجم مصري بإذن الله لأن الموسن هو واحد من أنجح موسم الأرسنال مع أرتتا سنتكلم عن الدورة الإنجليزية سنتكلم عن كسر عالم كل ده سادسة لكن بعد الفترة ترجمة نانسي قنقر يعني تقدر تقول كده زيما الأمريكان بيقولوا ماني توكس هتلاقي أنه الأسماء الأندية الأكثر إنفاقة اللي حيات لسه شايفهم على شاشة منشست سيتي منشست يونيتد ليفر بول تاتن هام والأرسنال هي الأندية دايماً اللي فيه مشهد الصدارة وهي الأندية اللي بتحقق معظم البطولات فيه السنوات الأخيرة لكن هي ازاي بتصرف وازاي بتستفيد فنياً ومادياً من أوجه الصرف دي ده يمكن يكون واحد من محاور كلامنا النهاردة زي ما عدتكم أوكلن سيتي اللي بيستعد بمعسكر في كتالونيا في أسبانيا وبيخود خلال المعسكر ده أو خاطب الفعل مباراتين وتبقى ليه مباراة أخيرة أمام بارسا أثلاتيك بكرة إن شاء الله هنكلم عليه بالتفصيل النهاردة ونحاول نقدم لحضراتكم مقدمة الملف بتاع كاس العالم تفتح في السادسة ومش هنوقف بإذن إلا إن شاء الله لغاية لما نوصل لمواجهة ريال مدريد وبعد كده يبقى لينا كلام تاني خلينا بس بداية طبعاً نرحب بديوفنا في الستوديو أحمد مصطفى وبلال محسن محللي الكرة العالمية بيشرفونا النهاردة في السادسة أحمد بساء خير وأهلا وسهلا بيك بسوى النور يا أحمد دائماً مبسوط أنا معاك وحالة دائماً ممتعة نوارين الدنيا وجايين في أجواء احتفالية والأهلوية فرحانين ومتصدرين ومنتشيين بسلسلة لا هزيمة وطبعاً آخرها الفوز على السموحة ثم الزمال الدوري وبعد كده البنك الأهلي بلال بس بدأتاً نرحب بيك أهلاً طبعاً بحضرك وأهلاً بكل سادسة للمشاهدين وسعيد أن أنا مع حضرك النهاردة ومع أحمد طبعاً وألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بدربي القاهرة يعني واحد من أعظم الدربيات على مستوى العالم وإن شاء الله زي ما قلنا مكسب يجيب مكسب الحمد لله احنا ماشيين كويس وإن شاء الله تكمل الفرحة في كاس العامل بإذن الله بس خليني برضو يعني قدي الفضل لأهله ورجع الفضل لأهله لأنه احنا آخر حلقة السادسة كانت قابل مباراة القمة كان معنا بلال وأحمد هنا في الستوديو وكلمنا على مباراة الأهلي وكتير من الأفكار والحاجات اللي احنا قلناها واللي توقعنا أن ميستر مارسيل كولور يعني يبني خطته عليها في مواجهة زمالك الحقيقة أحمد وبلال توقعوها وكلموا فيها في المباراة خالينا نبتدين أهلي وزمالك مفيش مانعبا يعني نأجل كاس العالم طبعا مكسب مهم جدا ومكسب كبير ومكسب كان ممتع كمان لجمال نادي الأهلي لأن ليه طعم مختلف غير أنه طبعا يعني زود الفارب بين نادي الزمالك وزود الفارب بين حتى المركز الثاني لكن شفنا أن ميستر كولور فاجئ الجميع بدايته بكهربا يعني في مباراة القمة وفي وقت حتى بعد غياب هو عمل كده في مباراة سموحة بعد التقلق الكبير لكن أنت برضو دي ميزة أنا بشوفها في ميستر كولور مهمة جدا أنه هو فاجئنا مش بكهربا بس فاجئنا كمان بخلق لعب فتاح أنه هو بيلعب في مركز غير مركزه في مباراة كبيرة ودي من أهم المؤيزات ميستر كولور أنه هو الجريء دي تحسب له مدارب جريء ما بيخافش يعني بيقدر أي لعيب وبيفكر أنه هو عايز يلعبه في مركز معين في مباراة كبيرة مباراة سوء غيره هو بيجازف وبيلعب بيه عادي جدا وبيدينه السكوضة شفناه مع خلق الفتاح حتى شفناه في مباراة مبارح مع مباراة البنك الأهلي كان برضو بيرعب في مركز ثاني أو لعب في مركزين تقريبا في مباراة الكمة أعتقد أن مكسب الناد الأهلي مكسب كان كبير الناد الأهلي قد مباراة كبيرة جدا شفنا فيها أداء مهم جدا وشفنا أن الكهرباء تقلق وكان سبب كبير جدا ومجازفته مستر كولر كانت في محلها فأعتقد أن طعمه مختلف جدا مكسب براته الكمة وبالطوفية إن شاء الله أنا الحقيقة بشوف أن الراجل رغم أنه الفترة لسه مش كبيرة والحقيقة أنا بحب التجربة تبقى مكتمل عشان أقدر أخايم لكن الحقيقة شايف أن الراجل بقى ليه بصمات وقدر يعني يوصل للعيب أو يطور على المستوى الفردي أو على المستوى الجامعي لكن أنا أكتر حاجة بحسبها للكولر لكن أنا بشوف أنه أحسن حاجة عملها في كورة الأهلي كتيم يعني أنه حرر لعيبة نص الملعب النهاردة بقينا نشوف أدوار هجومية لعيبة نص الملعب كان السولية كان حمدي فتحي كان ديانج كان حتى مروان عطي يعني نشوف ماتسن بقى مروان بكمل لفين سبب أساسي في أحراز الهدف فبتهالي يمكن دي واحدة من أهم الحاجات اللي عملها مارسل كولر يمكن هاخد من كلام حضرتك أستاذ أحمد في حتة لعيبة خط الوسط أنا كنت طبعا بغتفرج على المباراة في استاد القاهرة اللي حضرتك بتقوله ده أول حاجة لفتت نظر إن طلوع لعبي النادي الأهلي كله كان على ارتكاز وسط الملعب يعني ديانج قوة كبيرة جدا ما شاء الله يعني نمسك الخشب حاجة رائعة ديانج لعيبة خط الدفاع في المباراة دي ربيعة وخالد كانوا دايما بيديواره على ديانج لأن حمدي كان واخد أدوار زي ما احنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت إن حمدي بقى مع مارس الكولر بقى بيكمل وبيلعب زي ما بيلعب كان كاسيميرو قبل رحيله من ريال مدريد كنا كتير قوي بنشوف كاسيميرو جنب بنزيمة في المناطق الأمامية كان حتى البعض بيستغرب إن كاسيميرو إيه اللي موجود رقم 6 إيه اللي يجيبه يضغط قدام مع بنزيمة فده الدور اللي بيعمله دلوقتي حمدي فاتحي حمدي التلات أهداف هو اللي صنع الهدف الأول آه بالزبط وكان موجود في كورة الهدف التاني وكورة الهدف التالت فدي الأدوار الجديدة فعلا زي ما أنت قلت كده اللي ادها الكولر والمسؤولية بقى في الملعب لعبة خط الوسط حمدي وديانج السولية طبعا كان قابلهم ولكن ما لعبش المبارع عشان للإصابة مروان عطيها لما دخل واتكلمنا عليه أنه هو ادى برضو الثقة لمروان في مطش سموحة قدر نزل في الوقت اللي نزل فيه وشارك فيه ظهر بصورة كويسة جدا طمنت الجميع طبعا أنه وصلت ملعب النادي الأهلي هي هتبقى نقطة القوة العظمة في فريق النادي الأهلي الفترة الجاية في حاجتين بس عايز أقول عليهم في مرسل كولر إيجابيين جدا عملهم في مباراة القمة التحضير الزهني لمحمود عبد المنعم كهربا إحنا يمكن شوفنا الهتفات وإحنا توقعناها في الحلقة اللي فاتت أن جمهور الزمالك هيقابل كهربا بهتفات معادية اللاعب لم ينشغل تماما وحافظ على تركيزه لحد ما خاد منه كولر اللي هو عايز والهدف أحرز الهدف فتح المباراة فتح خطوط نادي الزمالك قدر النادي الأهلي بعدها يتحكم فيه رتم اللقاء تاني حاجة تحضير الزهني الجيد جدا لخالد عبد الفتاح القادم للنادي الأهلي في السن الصغيرة أنه يلعب في مركز يمكن هو كان بداياته في سموحة لعب مساك ولكن هو كان بعيد عن المشاركة كمساك بقاله فتح بالضبط يمكن هو كولر ألف المؤتمر صحف أنه سأله هلها تقدر تأدي ولكن يحسب لكولر التحضير الزهني الجيد أنه قدر يهيئ اللاعب نفسيا أنه يدخل مباراة كبيرة زايدية في مركز جديد عليه أو بقاله فترة ما بيشاركش فيه ويظهر بالصورة دي مطش مبارح يعني بمبدأ الغاية تبرر وسيرة الأهلي عايز ثلاثة بلد لكن كتير من الناس ممكن كانت تشوفوا على أنه فرصة طبعا ده هدف شريف مبارح وواحد من ما يكسب المطش مبارح كمان أنه شريف كمل على السنائية بتاعت الزمالك وسجل تاني أنا بيتهالي المطشين دول هيدو للشريف دفعا كبيرة جدا في توقيت مهمة قبل كاس العالم لكن السؤال هنا هل كان مطلوب من من الفرقة أنها تكسب بقال مجهود ولا كان مطلوب أنها تستغل الفرصة دي لتجربة الشكل والأداء والتشكيل اللي ممكن يكون هيلعب في كاس العالم أحمد فنبص يا أحمد هو النادي الأهلي أو أي مجرد بعد ما كسب القمة بتبقى صعبة جدا جدا يعني أفضل حاجة في السنوريات دي أنت تكسب يعني التنة طب أنت مهمت جدا بعد النشوة وبعد فرحة اللي صار مباراة الزمالك وبعد أن أنت بتكسب وتقدم مباراة كبيرة فأن أنت تكسب حتى لو الأداء ممكن ما يكونش على قد المستوى زي مباراة الزمالك لكن مهم جدا المكسب مهم أنه كمان دي آخر مباراة قبل كاس العالم لأن دي تدي للعيبة فرصة أن هي خلاص تفقد غطو تبقى فيه فرق كبير جدا فيه إستدارة دوري وأعتقد أن مستر كونر لا أعتقد لكن نادي الزمالك هو المنافس الحقيقي لننادي الزمالك جمهورية لتاريخية الألسة لم يقمر من نادي الزمالك ولكن كحالة فنية لفرقة الدوري أنун شايف أن بيراميز مع باتشيكو هيبقى شخصية مختلفة تماما. قادر أنه منذ وصول الرجل لتولي قيادة الفريق قادر يجمع نقاط. فاز على سموحة أمبارح رغم النقص العاددي في إسكندرية. فاز على غزل المحلة. يعني يمكن التعادل الوحيد كان أمام فيوتشر. فيوتشر و بيراميز يمكن هيبانوا أكتر لما يدخلوا في المعترق الأفريق. لأن الاتنين طبعا بيقعوا في مجموعة واحدة. وهيخش في المنافسات الكونفدرالية مع الأهلي والزمالك. لأنني شايف أن المنافسة على الدورة هتبقى ربعية. طيب خلينا نروح بقى لكاس العالم نفتح نسيب بقى خصوصة الدورة شوية. وبعد كده نفتح حاجة حلوة. نفتح ملف كاس العالم بس محودة فاصل ونرجع نكمل مع ضيوفنا. خلينا فكركم في البداية بأجندة البطولة. المباراة الافتتاحية هتكون إن شاء الله يوم واحد يوم الأربع اللي جاي زي النهاردة كده بين الأهلي وأوكلين سيتي. الفائز من المباراة دي هيواجه سياتل ساوندوس بطل أمريكا الشمالية بطل الولايات المتحدة الأمريكية. والفائز من المباراة التانية دي هيقابل ريال مادريد في الدور قابل النهاية. على الناحية التانية هيكون طريق الهلال في مواجهة الهلال السعودي في مواجهة الوداد المغربي. والفائز من المباراة هيتأهل لمواجهة فلمانجو بطل كوبا ليبرتادوريس في الدور قابل النهاية. والفائز من المباراتين طبعا إن شاء الله بإذن الله يعني نتمنى فيه شيء بعيد على ربنا. وخصوصا إنه الريال مش في أفضل حالاته. معلش يا محمد؟ الريال مش في أفضل حالاته. كل شيء جايز هتأهل لمباراة النهاية. وده تموح الأهلوية حقيقة إن احنا نلعب لأول مرة مباراة نهاية. هل نقدر نعملها؟ آه نقدر نعملها. وإسبانيا عتاولت كاس العالم. وبالتالي كل شيء جايز وكل شيء ولد. لكن تركزنا كله وكل كلامنا في السادسة في الفترة اللي جاية هيكون على المواجهة الأولى بس. مواجهة أوكليند سيتي. كيف يستطيع الأهلي تجاوز أوكليند سيتي؟ عشان نعرف إزاي لازم نفهم مين هو المنافس اللي احنا هنواجهه نروح لبلال وأحمد مرة تانية مرة تانية براحب بيكم في السادسة. تعالوا نتكلم شوية على أوكليند سيتي. مش مواجهة أولى بين الأهلي وأوكليند سيتي في بطولة كاس العالم. الفلئتين بيعتبروا أكتر الفرق اللي شاركت في البطولة. أوكليند ده رصيد عشر مشاركات والأهلي دي المشاركة التامنة لي. لكن في فوارق كبيرة جداً بين نسخة أوكليند اللي احنا اللي عمناها. ونسخة أوكليند اللي حققت الميدالية البرونزية في البطولة سنة 2014. والنسخة اللي احنا هنواجهها. تعرف إيه عن أوكليند سيتي؟ يمكن فريق أوكليند سيتي طبعاً بطل القرى داخل المسابقة المحلية. هو لعب تسع لقاءات السيزون دو. تفاز بسبع لقاءات وتعادل لقاء وخسر لقاء واحد. خسره بنتيجة ثلاثة اثنين. يمكن اللقاء ده كان في شهر عشرة يعني من فترة بعيدة. بقاله آخر أربع مباراة أوكليند سيتي دخل فيها دفين بس. ومخسرش ولا مباراة طبعاً. بيقود الفريق المدرب يعني هو نيوزلندي ومعالي الجنسية الأسبانية ألبرت ريرا. مدير فني واعد عمل معسكر في أسبانيا. يمكن خد مباراة ودية مع أحد فرق الهواء في أسبانيا. بيلعب في الدرجة السادسة وخسر بهدف مقابل لشيء. خد مباراة أخرى أمام تشومبنج هيونداي الكوري. وخسر برضو واحد سفر. ولكن المدير الفني طلع وأشاد باللعيبة بتاعته أنه استفاد جداً منه. طبعاً اللي ظهر قدام حضراتكم عشاش هابلال بيتكلم. دي بيانات المدير الفني الأسباني. هو أسباني نيوزلندي. وحاصل على فكرة بالمناسبة على الرخصة بالزبط أعلى تدريبية. ويمكن دي بقى تأخذنا الحاجة أن رغم المنافسة في نيوزلندا. يعني تعتبر ضعيفة جداً بالمقارنة بالدوريات الكبيرة. زي الدور المصري اعتبر واحد من الدورات القوية. ولكن ما فيش حد هنا مهتم أنه يحصل على الرخصة التدريبية دي. الرجل ده طور من نفسه جداً وقدر يحصل على لايزز إيه طبعاً حاجة كبيرة جداً. ويقول أنه عنده أفكار تدريبية كويسة. زي ما بقول لحضرك خض مباراتين وديتين. خسر الاثنين وعنده المباراة الأخيرة أمام الساكنتين بتاع برشلونا. أنا شفت الهايلايت بتاعة المباراة التانية بتاعته اللي هي مع جون بوك موتوز البطل كوريا الجنوبية. تمام. خسر في آخر دقائق المباراة. واحد سفر. واحد سفر آه. طيب أحمد تكلمنا طبعاً عن بطولاته. يعني إحنا دايماً متعودين لما بنتكلم على نيوزيلاندا. وكرة في نيوزيلاندا مش حاجة عظيمة قوي. لكن هو دايماً أوكليند سيتي هو اللي في صدارة المشهد. هو بطولاته طبعاً هو حقق تسع مرات بطولة الدوري. حقق خمس مرات بطولة الكاس. طبعاً بطولة الدرجة التانية. لكن في الدوري نيوزيلاندا الدرجة التانية حققها 12 مرات. طبعاً تشامبين بتاعت اللي هو. أوكيانوسيا. أوكيانوسيا هي دي عشر مرات. وأعتقد أن دي يعني نادي الأهلي برغم طبعاً من أن شاف أن أوكليند ممكن يكون تغير تماماً عن المواجهة الأولى من نادي الأهلي. لكن أعتقد برضو أن نادي الأهلي تاريخياً أقوى منه. وحتى فنياً أقوى من نادي أوكليند بكتير. وكمان نادي الأهلي برضو أعتقد أن التاريخياً مواجهة الأولى برضو من نادي الأهلي. تعرف أنا يمكن يعني لسه بابتدي أزاكر الفريق. وأحوالي أتعرف على ملامحه ومناطق الخطورة فيه. مصادر القوة ومناطق الضعف. دايماً كده فيه انطباع عن نيوزيلاندا لقبة دانية. يعني يعني أعرفت حس أنه التحدي أكوف. السامنة نيوزيلاندا. السامنة نيوزيلاندا عاملة شغل. حتى الفلاشباك أو الانطباع اللي احنا خدنا من مواجهته وعلي كده. إن الفراء بتاعتهم دايماً عندها فكرة السرعات والقوة البدنية. لا تزال عن 90 دي وقف على رجلها. لكن الناحية المهرية والناحية التاكتيكية ما بتبقاش عندهم فأحسن. لو هنتكلم عن أبرز نجوم الفريق هم بالضبط عندهم لعب إيمليانو تادي ده فرويد أرجنتيني. عنده 34 سنة. ده هدف الفريق الموسم الماضي أحرز 19 هدف وصنع أربع أهداف. السيزون ده أحرز خمس أهداف. عندهم كمان تاكايا لواتا دوت لعب ياباني عنده 39 سنة. ده الباك الشمال بالضبط عنده 39 سنة. يمكن معدل الأعمار سواء بزبطة كايا أو إيمليانو تادي. الاتنين عندهم واحد عنده 39 سنة واحد عنده 34 سنة. عندهم كمان رايان طيب ده لعب جزائري موليد 2004 عنده 18 سنة. وعندهم جيرارد جاريا أو جاريجا اللي هو أسباني الجنسية عنده 29 سنة. ده من أسبانيا وعندهم كمان احنا اتكلمنا عن تادي ده هدف الفريق. عندهم بقى لعب نيوزلندي بيلعب نص الملعب اسمه كامرون هايسون ده لعبه ميز جدا. أحرز السيزون الفاته أحرز سبع هدافه السنة ده أحرز خمس أهداف زيه زي تادي بالضبط ده أحرز خمس أهداف السيزون ده. وتادي أحرز خمس أهداف ده يعتبروا مفاتيح لعب أو نقاط القوة في فريق أوكلاند. تادي وكامرون تايسون لتنين دول. طريقة اللعب وفلسفة ريارة المدير الفني. يعني أولا تأكيد فريق بطل وواضح أنه مهيمن ومسيطر على أوكيانوسيا. يعني دايما هو الممثل الحضر في بطولة كاس العالمة عندها. هل تعتقد أنه بداية تعرفني على شغل ريارة معهم بيلعب بطريقة إيه كورتو؟ وهل تتوقع أنه الطريقة والأسلوب والتاكتك اللي بيلعب به فاوكيانوسيا وبيلعب فيه في الدور الينزيلاندي هو اللي ممكن يطبقه في كاس العالم أمام الكبار سواء الأهلي أو جيله من الأندية أم لا؟ هو بيلعب بطريقة 4-3-3 طريقة هجومية لكن أعتقد أن طريقته في كاس العالمة تختلف تماما لأن المنفسين مختلفة طبعا أعتقد 4-3-3 دي بوش يتخير لينا ولا؟ بوش يتخير طبعا انا اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت وقلنا فيه حصانة الحصانة روحة الحمد لله فهو يعني بعتمد على 4-3-3 طبعا لكن نادي الأهلي أعتقد أنه موجهته من نادي الأهلي هتختلف في طريقة اللعب أعتقد أنه هو هيعمل برغم أنه هم أكثر نادي مشاركة في كاس العالم الأندية لكن نادي الأهلي برضو ليه اسم كبير تاني نادي 8 مرات طبعا مشاركة في كاس العالم الأندية ليه اسم كبير وليه طبعا نادي الأهلي محقق البرونزية دي المباراة اللي كنت بكلمكم عليها دي مباراته في كتالونيا في باشلونة في مواجهة جونبوك موتروز لو أخدت بالك احنا نبص بالعب الكرة هجومية في كام واحد في جوة منطقة الجزاء هم بيهجموا في أغلب المبارات فطريقة لعبهم هجومية طبعا لكن الدور النيوزلندي برضو ما احترمنا ليه دوري أكيد مش قوي زي الدور المصري أو حتى الدورات الأوروبية أنا شايف أن النيوي الأهلي أفضل فنيا وأفضل حتى تاريخيا كمان من نادي أوكلاند سيتي ويبقى المواجهة بالرغم طبعا مش قد أقول مواجهة سهلة فيش مواجهة سهلة طبعا في كاس العالم لكن النيوي الأهلي يقدر يعدي أوكلاند سيتي وأنا متفائل على فكرة جدا نادي الأهلي ممكن يعني برغم أننا حب الريال مدريد لكن متفائل نادي الأهلي يعني إن شاء الله هيعدي أوكلاند سيتي إنه هو يعمل مفاجأة كبيرة وهيقدر خلينا نتفق برضو أنها بطولة مع المجهول. ليه؟ لأنه وانت رايح تلعب مثلا في البرونزية. أنا بكلم عن البطولات القريبة. لها كانت مع مصر بيتسو موسماني. وانت رايح تلعب مع الدحيل. الهلال. ورايح تلعب مع الهلال. أو رايح تلعب مع حتى بلمرس. في تاني مرة أنت كنت ملاعب بلمرس وعارف بلمرس. وعندك خلفية عنه. وعندك خلفية عنه. الهلال السعودي. مونتري حتى المكسيكي برضو ظاهر قبل كده وتقدر تعرف. لكن بالنسبة لك الكرة في نيوزيلاندا أو حتى بعد. وان شاء الله بإذن الله. لو ربنا كرامنا. ودعنا نتجاوز ونلعب مع سياتل ساوندنز. أنت بتلعب مع فرق تقريبا مجهولة من دوريات مجهولة. نحن لا نعرفها ولا متابعينها ولا شايفينها. فهذه يمكن القصة. لازم تتحط في الحزبين زي ما بيقول. بالضبط. نحن ندخل المباربة أسباقية تاريخية هي مش كبيرة. لكن جماعتنا مواجهة مع أوكلاند سيتي سنة 2006. وقدرنا نفوز عليهم بهدفين نظيفين. طبعا أحرازهم محمد أبو تريكا وأمادوف لافيو. فإحنا أسباقية معنوية زائد الفروقات الفنية. نعتبر في نص السيزن. فإحنا ندخلين بعوامل تفوق بدن كيفير جدا. بالضبط كيرفل. اللعيبة والمدرب وكل حاجة إن شاء الله في مصلحة النادي الأهلي وفي صف النادي الأهلي. فإن شاء الله عندنا وكمان دافع زي ما حضرك قلت كده أنت عايز توصل. ودي على فكرة من خلال بقى لعبة النادي الأهلي. كله حاطة دافع مواجهة ريال مدريد. دافع كبير جدا. إحنا داخلين نلعب على مدليا. داخلين نلعب على زي ما حضرك قلت أن ليلة نروح المباراة النهائية. ولكن لما يكون فيه في الطريق كده حاجة أنت عايز توصل لها حاجة إضافية حافظ إضافي. مواجهة ريال مدريد حلم لأي لعب في العالم. خلينا نتفق. مواجهة ريال مدريد في مباراة رسمية وبطولة رسمية. إحنا قابلنا ريال مدريد قبل كده وكسبنا ريال مدريد بفرقة الجالاكتيكوس. يعني في وجود بقى راولو زيدان وفيجو روبرتو كارلوس. ده عزلين. كانت مالحمة في استادل القاهرة. صنديل. كان صنديل وليسي يوميا. جاب وجونه ميشي. بالضبط. جاب وجون في ريال مدريد. من باب التفاؤل بقى أننا كمان إن شاء الله بعد ما ن... يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا ونتجاوز أوكلاند ونلاعب سياتل أو... سياتل ساوند. سياتل ساوند. آه. الفريق دوت من شهر عشر ما لعبش مبارات رسمية. يعني يمكن هو أنهم مباراته. نتعرف حضرات نظام الدور الأمريكي هناك غريب شوية. وهو ما تأهلش لمرحلة البلاي أوف كمان فلسا بادئ في الفترات التحضرية بتاعته. فإن شاء الله بإذن الله إحنا فرصنا بالعامل البدني والفني. إن شاء الله هتدينا الأسبقية في الفوز إن شاء الله في مبارات أوكلاند. خطوة خطوة. زي ما قال مبارح مارس الكولر إن أنا بقول لعبتي إن المباراة الجاية هي أهم مباراة. أيا كان المنافس أنا ما بصش المنافس. أنا احترمت جدا بالتصريح. آه تصريح محترم جدا جدا. مدرب محترف. يدل على وعي المدير الفني. آه. أنا بقول لعبتي إن المباراة الجاية هي أهم مباراة بصرف النظر عن اسم المنافس. وعن البطولة اللي أنا بلعب فيها. بالضبط. فإن شاء الله خطوة خطوة. إن شاء الله نوصل ونلعب ريال مدريد والنادي الأهلي اسمي كبير ونادي كبير ونادي تاريخي كسبنا ريال مدريد في مباراوة دي وده ليه لأ نكتب التاريخ زي ما المغرب كتبت التاريخ ونفوز على ريال مدريد إن شاء الله في كسر عام الأندية دايماً البطولات الكبيرة بيبقى ليها هيبة تقدر تقول كده ممكن تصنع حجز نفسي بحسها دايماً مثلاً مع منتخب مصر في المناسبتين التيمتين اللي احنا روحنا فيهم كاس العالم تحس إن انت خاف من البطولة انت ما عندكش طموح إنك انت تروح لبيد القصة دي مع الجيل الحالي للفرينادي الأهلي مختلفة شوية وبيتالي واحدة من العوامل اللي تقدر تبني عليها الجيل ده مش بس لعب بطولتينك أو يعني مش شارك في بطولتينك البطولتين قدم عروض ونتائج في الظروف صعبة جداً وحقق إنجازات وبالتالي عنده خبرة المشارك رايح البطولة لا خايف من أوكلند ولا خايف وممكن يكون كمان مش خايف من ريال أو يعني فاهم يعني احنا بتهايلي أول بطولة بالنسبة لهم اللي راحوا فيها لعبوا بالمراس وكسبوا بالمراس كانوا خايفين جداً في البطولة دي وكانوا شايدين هم البطولة دي المرة دي رايحين فيه بدل مشاعر الضغط أو الخوف أو التوتر لا فيه مشاعر رغبة وطموح وبالتالي على الفريق وعلى ميستر كولر إنه يستغل الحتة دي كمان ويروحن عليها بشكل كبير جداً أعتقد أن طبعاً صدرات الناد الأهلي الدوري تخليه روح كاسة عامل أندية بقى رحية كبيرة جداً فهتخلي اللعبة تركيزها كلها متصبب طبعاً ناحية كاسة عامل أندية شخصية أو شخصية لعبة ناد الأهلي اللي موجودة أو أغلبهم لعبوا كاسة عامل أندية أو حققوا برونزية مع ناد الأهلي مرتين تقريباً كل اللعبة دي أعتقد جمهور ناد الأهلي حطاهم أو دايماً حط طلبة منهم المكسب بأي أن كان ما احترمنا طبعاً لدي ريال مدريد ناد كبير حنكمع برونزية من سنة فاتت بالضبط يعني برونزية من 12 شهر لا والناد الأهلي بالضبط والناد الأهلي جماهيره دايماً بتطلبه بالمكسب كاسة عامل أندية كبتولة أفريقيا بطولة الدوري دايماً ناد الأهلي ما بيشبعش بالمكسب ما بيشبعش طبعاً من البطولات فأعتقد أن لعبة تالي أهلي عندهم إمكانيات كبيرة وعندهم شخصية أن هما يقدروا يروحوا لأبعد ماذا فيه كاسة عاملاندية موجهات ريال مدريد ممكن لعبة تعمل لها ألف حساب وتبقى منتظرها طبعاً لكن أعتقد أن هي هتبقى مواجهة بتخلق فيه مواجهات كده زي متشاطر المباراة الكاسة عام شوفنا خلقت نجوم يعني إحنا اللولة مواجهات مثلاً أسبانيا مع المنتخب المغربي وبرتغال كنا نشوف أناحي ولا كنا نشوف المرابطة وشوفنا اللعبة دي فأعتقد أن موجهات يعني إن شاء الله أنا متفاعل لناد لها الأهلي هيلاقي بالريال مدريد هتلاقى تخلق برضو نجوم تانية وتخلق لعبة إحنا نعد نتكلم عنها لفترات كبيرة وممكن أو بنسبة كبيرة أنا بتفاعل والتراكي أحمد إن الناد لها الأهلي ممكن يحقق مفاجأة ويحقق المكسب على ناد ريال مدريد ناد ريال مدريد على فكرة برغم أنه طبعاً يعني ما فيش كلام عن ناد ريال دي كبير لكن عنده صغرات ولأ وبيترنه يعني المسم ده ريال مش في أفضل حالاته عشان الخميسة عشر بتطبخ على نارها دي أت يعني إحنا عملنا اثنين بقابلني لا اتنين لا ما احنا أول ما عملنا اثنين ريمونتادة في الليجا رغم سوء المستوى قالك ده كده خلاص السيناريو بتاع الخمستاشر يعني الفرقة اللي شفناه قدام البرسة دي قادرة تاخد تشامبيونز ليج قادرة تاخد ليجا أساساً قبل تشامبيونز ليج لا يا مبكي بص دي ما يدريب مش قابل يعني تاريخيان في دورة بطول أوروبا هو كأب غريب انشنوت وعفت عام معهم هو متفهمش هو حالة انشنوت غريب في دورة بطول أوروبا لكن في كاسا عام عندها ما اوضرش يقول لنوع حالة في الحتة دي واعتقد انه كمان مواجهته مع ناد الأهلي ناد الأهلي بالنسباله يعتبر مجهول يعني من ناد ريال مدريد اعتقد انه هو يبقى اتفاجئ يعني هو مش هيبقى فيه لعبة معاناة بيعمل مراقبة يعني بلايبش لعبة معاناة في الملعب فأعطاك الناد الأهلي هيفجأه ناد أهلي نادي قوي ناد أهلي عنده لعبة عندهم كناد كبيرة فأنا بشوف ان الناد ريال مدريد كمان يعني طريقة لعبه طريقة لعب ريال مدريد عكس اي نادي في أوروبا لو قابل الناد الأهلي في كاسا من ده يبقى مزعج عكس بير مونيخ لما احنا قابلناهم يعني هم أصلا بعتمدوا على الاستحواز وكانوا مزعجين جدا بص بير مونيخ دايما في حتة ثانية بالزبط يعني ده بير مونيخ أنا كأهلاوي بقول يعني ببتدي المباراة مع بيرن بقول ايه يا رب ممكن لكن في النهاية الطبيعي جدا والمنطقي جدا انه للفوارق كتيرة جدا ممكن في كمان نقطة في صالحنا ان شاء الله يعني في حالة تجاوز ان شاء الله المباراتين الاولانيين والوصول لقاتر ان دايما بطل أوروبا وصلاح مد دايما بيبقى رايح بطولة كاسا العالم الأندية عنده شعور داخلي انه رايح يتوج رايح يلعب مباراة نهائية يعني ممكن يواجه صعوبة شوية مع بطل أمريكا الجنوبية ولكن في النهاية هو بيرجع بالبطولة فلو احنا ان شاء الله بإذن الله وصلنا ان احنا نقاب ريال مدريد ولعبنا على الحتة النفسية دي خصوصا ان احنا قسرنا بقى الحجز النفس اللي حضراتكم تتكلم عنه من شوية لان احنا لسه من قريب قوي وجهنا باير ميونيخ بطل أوروبا وعملنا مباراة كبيرة جدا اه احنا خسرنا بهدفين ولكن كنا على أرض الملعب لا الموضوع كان مفيش فروقات كبيرة ما كانت في نفس الخبرة بالزبط اه كان في نفس حالة الرهبة والتوتر لا وكمان احنا محافظين على لعبة لست في تشكلتنا موجودة من اللعبة دي نقدر نستفاد منها اه بالزبط نقدر نستفاد منها لعبة لعبة لبطولة دي تنقل بقى الخبرات لعبة شباب زي محمد عبد المنعم وإحمد عبدالقادر اللي هم ما شاركوش أمام الانديال الكبيرة لا نقدر ان شاء الله نعمل حاجة بإذن الله والشحات يمكن هو بيأكد يعني الشحات لعب كمان نسخة زيادة لأنه لعب من الجيل العاليين اه لعب مبراكي برجل درمام ريال مدريد اه بالزبط عنده فكرة احنا مؤهلين ان شاء الله مؤهلين كمان البطولة بتلعب في المغرب دولة عربية اه النادي الاهلي هينظم رحلات طبعا للجمهور علشان يدعم الفريق زائد طبعا المسندة المتوقعة من الأشقاء المغربة بقى يردوا لنا الجميل احنا شجعنا المغرب اه احنا شجعنا المغرب وسندنا المغرب فهو ما بقى ايه جاء اليوم وقت انهم يردونا الجميل ويسندوا النادي الاهلي بقى ان شاء الله صحيح فكرة التدوير وفكرة انه مستر كولر ابتدى الموسم بتشكيلة وبيخلص النص الاول من الموسم المحلي بتشكيلة تانية تروح لكس العالم بقى اي واحدة فيه ولا تعمل ميكس ولا ازاي تحافظ على الانسجام ولا ازاي تدخل الصفقات الجديدة يعني فكرة الشكل والاسماء اللي ممكن تكون هتظهر في كاس العالم احمد اعتقد ساس التدوير ليها جميعات ولا سلبيات لكن بالنسبة لكاس العالم مفيش مجال للتدوير يعني في بطولة الدورة تقدر تعمل التدوير طبعا جدا وتبدأ تشوف لعيبة انت عايز تشوفها في كاس العالم او تطمن على التشكيل او شكل الامثل للفريق في كاس العالم اخر خمس ست مطشوات بس بك من طول الموسم انا مش هرجعلك لأول الموسم لانه الفرقة اللي لعبت قدام الزمالك والفرقة اللي لعبت انبارح ما لهاش علاقة خالص بالفرقة اللي بدأت اول الموسم بس اسناء يمكن شنناه وديانج لكن في النهاية انت عندك اسماء كتير جدا جاهزة سواء اللي بدأوا الموسم يعني صافيو راجع بيرسيتاو راجع طهر محمد طهر راجع الشحات وعبدالقادر فافضل مستواتهم كهرباء وشريف بيتقلقوا حمدي والسلية وديانج ومروان هاني معلوق خالد عبدالفتاح رامي ربيعة متولي منع مخباره ايه منع من شارك النهار ده في التمرين اه وان شاء الله بنسبة كبيرة هو ان شاء الله هيبقى متواجد في القائمة ان شاء الله بنسبة كبيرة يعني لو ملحقش لقدره المباراة الاولى ان شاء الله يدخل في المباراة التانية بس ان شاء الله حالته تحسنت جدا ان شاء الله فبالتالي هالفكرة انه كله جاهز وفيه يمكن اسماء كتير ما لعبتش مع بعض كتير يعني تقدرش تقول انه خالد ومروان في مطشين انسجام انسجام كامل كريستو مخدش لسه رغم ان انا بشوف ورقة ان شاء الله مرحة جدا الموسم ده برونو سافيو راجع من بتاع عاد مؤقت لكنه ورقة مهمة جدا وهو جاي يلعب كاس عالم فبالتالي الحيرة اللطيفة دي الحيرة الجميلة دي في فكرة مين يبدأ اللعبة اللي عندها خبرة البطولة قبل كده غير اللعبة اللي بتشارك لأول مرة فالميكس ده ممكن تحضر له ازاي في الاسبوع ده بلال يعني الميكس ده عندك اسبوع اه بالزبط اه هو بالزبط حوالي 6 او 7 ايام ان شاء الله ولكن انا طبعا ادخل البطولة بالقوة الضربة يعني انا بالقوة الضربة هو تعدد الحلول في الوقت الحالي حاجة مهمة جدا طبعا هتخدم النادي الاهلي جدا في مباراة كاس العلم ولكن اذا كان مباراة الدوري فيها تعويض فلا انا في كاس العلم للاندية المباراة او اللقاءات دايما كلها لقاءات خروج المغلوب فانا ما عنديش فرصة عوض لو لقدر الله خسرت اي مباراة فانا هاخد مباراة اوكلاد او هدخل في مباراة اوكلاد بالقوة الضربة ان شاء الله في حال التجاوز اوكلاد هدخل المباراة اللي بعدها بالقوة الضربة لحد ما وصل للمباراة لأنه هو كاس العالم 3 أو 4 مباراة مش كتير عشان أقدر أعمل التدوير أو الروتيشن اللي أنا بيبقى متاح ليا في بطولة الدوري. الروتيشن استفاد منه هنا كولر في الدوري كويس جدا. إحنا مبارح شوفنا كهربا راجع من فاطرة غياب كبيرة شارك في جوز 60 دقيقة تقريباً 5 دقيقة في مباراة سموحة. كذلك زيهم في مباراة الزمالك. فبدنياً اللاعب أنا لو حملت عليه أكتر من كده. لا كهربا شريف. الراجل استغل لعودة محمد شريف الموفاقة في مباراة الزمالك بنا على ده وده لشريف مبارح وريح كهربا. بخل برسيته في الأجواء وده له شوية. فالراجل عايز يروح كاس العالم بقيمة كلها اللعبة جاهزة. أنا مش هروح بلاعب فيه شك في مشاركته. خلاص. أنا دلوقتي جهزت كل المفاتيح حتى النهار ده الحمد لله اكتملت القيمة بعودة محمد عبد المنع وياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية. فأنا رايح ومعايا القوة الضربة. إيه اللي هيحكم فنيا على أرض الملعب فكر مارسي الكولر وتحضيره لللقاء الجهزية البدنية لللعبين. دي اللي هيقدر من خلالها وهيبني عليها كولر في اختيار التشكيل وطريقة اللعب في مباراة كاس العالم للأندية. طيب. هقفل صفحة كاس العالم معك وطبعا صفحة مفتوحة على مدار الإسبوع اللي جاي كله يوم بيوم ولحظة بلحظة هنتابع إن شاء الله سواء للسعادة هنا في القاهرة أو حتى مع سفر الفريق إن شاء الله يوم 29 مع كل التمنيات بالتوفيق لفرقتنا إن شاء الله في نسخة أو مشاركتها التامنة في نسخة جديدة من كاس العالم. عايزة أروح معاكم للدورة الإنجليزية. إحنا لسه يمكن أعتقد شامبيونز ديج هبتدي شامبيونز ديج أفريقيا وشامبيونز ديج أوروبا هبتدي في شهر اثنين إن شاء الله. بس خليني أبتدي معاكم بالدورة الإنجليزية والسؤال هنا أبتدي مع أحمد دورة الإنجليزية هل يكون محمد النني هو تاني نج مصري يتوق بالبريمير ليج وإزاي شايف الصراع والمنافسة بين الستي وبين الأرسنل في النسخة الحالية من البريمير ليج. طبعا الصراع كبير جدا وصراع الأرسنل مدي الدورة متعة وحلاوة مختلفة جدا وآخر ماتش كسب باليونيتد صح؟ كسب كسب بلغاية التأخر ثم ديات سعين. ثلاثة اثنين وبركة ممتعة جدا وبركة فكرتني باليونيتد والأرسنل بتوع زمين صح؟ طبعا صح منشستر رايتل لو كان كسب الأرسنل أنا كنت ممكن أراه أن منشستر رايتل هو اللي ياخد الدوري. لأن منشستر رايتل بالرغم أنه هو مستوى يعني دائماً مش مستوى ثابت لكن الفريل وحيد في الدور الإنجليزي عنده شخصية البطل فيقدر يسرق زي بيقوله كده الدور الإنجليزي عنده شخصية البطل عنده شخصية البطل بس مش زي منشستر رايتل. ليه؟ لأن بشوف أن طبعاً يعني بأمرة التاريخ. التاريخ والجغرافيا دول مرة الملعب. خلاص لكن جو الملعب. حمد مغير كل حاجة لا لا أنت عندك شك أنه فينة سيتي بتلعب على كل بطولات لا بتلعب طبعاً. بتدخل فيها بتلعب بس في كده أندية أنت مهما تحس أن هي برضو يعني زي ليفينتوس في الدوري الإيطالي زي ليفينتوس في بايبار 15 نقطة وقصة كبيرة فيه أندية كده لما تحس أنها بيقوله كده بتفوق أو بتبدأ مستواها بترجع للمستواها تخاف منها. فمنشستر من ضمنها يعني أفريكا منشستر لو كان كسب أرسنال كان فرق تقريباً 5 بنت وقبل أرسنال كمان يكسل التعادل القاتل ويفرقه طبعاً فأنا بتكلم أن منشستر فرقة برضو ترتيب الدوري الإنجليزي معاك يا بلاي. ترتيب الدوري الإنجليزي طبعاً أرسنال وشخصية شخصية الفريق بقى السيزون دوت اللي يعني بتبهر الجميع أرسنال كان معودنا أنه ممكن ينافس ولكن ما بيكملش. أرسنال حتى الآن مكمل محافظة على الصدارة. بيوسع الفارق مع السيتي لتمن نقاطه وهتجمعهم بالضبط ما هتجمع. خليب أنا الحد دلوقتي حتى برغم كل اللي بيعملوا الأرسنال أنا مراهن السيتي اللي هيخد الدوري شكراً بليه. شكراً بليه على فكرة أنا أتمنى أرسنال. يعني ليه صحابي بيشجعه أرسنال ومحمد النني طبعاً نتمنى أنه يطوج معه. لو الأرسنال كسب الدوري. بس معاها السيتي خد شامبيونز ديجان هبقى فرحان جداً لنني. لا أنا هبقى لنني. عشان عايز ريال بيطوج بالشامبيونز. لا ما عليش خلي الجدول معنا نكمل بس على أقل أول خمس أو ست مراكز في الترتي. تمام الأرسنال في الصدارة بيجي بعدي منشاسترا سيتي ونيوكاسل بقى السنة دي عامل سيزون كويس جداً. مفجأة يعني يمكن يكاسل السنة اللي فاتت لما اشترى الملاك السعوديين كان على قبق أو سينة أو أدنى من الهبوط. قدر نيوكاسل السنة دي أنه يروح لمنطقة قريبة جداً. مالي توكس. بالضبط طبعاً الفلوس على فكرة مفهمش نجم. مفهمش نجم. مفهمش نجم. حلوة قوي. مفهمش نجم. مفاجأة مهم جداً. النجم يجيلهم السنة الجاية. هنتكلم على الفلوس بعدين. مين؟ كريستانو. كريستانو. دعباند في العقد. هو منافو بس يعني مش بعيداً رونالدو طبعاً عنده إصرار أن هو يرجع أوروبا طبعاً. نيوكاسل بيجي بعديهم مان يونيتد. اللي زي ما قلنا فرط في مباراتين مهمين جداً. نيوكاسل و مباراة مباراة كريستال بلس و مباراة الأرسنال. مانشاستانو. لو كان فاز بالمباراتين دول كان بقى في المركز. هو على الأقل اتعادل. يعني هو المشكلة أنه اتعادل أمام كريستال بلس في الوقت القاتل و خسر المباراة أمام أرسنال في الوقت القاتل برضو. بيجي بعديهم توتنهام محاير جداً مع كونتي. يعني كونتي مدرب كبير كان متوقع أنه يكون في مكان أفضل مكافي في المركز الخامس. هو توتنهام بيلعف حتى دي دايماً. يعني بالظبط. مهما جمع اسكواد. مهما مدير. أصوح حافظ على يعني حافظ على نجوم الفريق في بداية الموسم طبعاً رفض رحيل هاري كين. اللي كان مرشح نواه يروح مانشاستر سيتي والسيتي جد. أنا عايز بس أعشان نشيل الجدول. تشيلسي وليفر بول فين؟ آه تشيلسي في المركز بالظبط. تشيلسي في المركز العاشر رغم أنه أعلى الأندية انفاقاً في تاريخ الدول الإنجليزي في سيزون واحد. صحيح. يعني بص تشيلسي تشيلسي مع جرامبوتر يعني جرامبوتر كان عامل موسم كويس جداً السيزون اللي فاته السنة دي مع برايتون. الغريب أن جرامبوتر لما انتقل لتشيلسي تشيلسي تراجع وبرايتون مع المدير الفني الجيد فضل في مركزه. بالعكس كمان ده آه بيروح لمراكز متقدمة. ليفر بول طبعاً بيشهد حالة تاريخ. بس أنا قلت لك كبيرة جداً. كبيرة جداً. أنا راهن على تشيلسي بعد صفقتين بتوعجوه فيلكس ومدرك 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 عمل مباراة كبيرة أمام مانشستر وينايتون. جريب. تمام. انت الرهن تعريب صراح. وما زلت مراهن على أن يكون واحد من أهم نجوم أوروبا في العالم موهبة طبعاً متوقع أنها تكون من أبرز اللعيبة اللي نجمع مع تشيلسي. العين يا بوحويد. العين. بجد انت لسه بتقول كلمة مهمة جداً في نيوكاسل. وأنا بيعجبني في ده مثلاً آيكس وبلوسا دورتموند وبانفكا. يعني آيكس في هولندا. سياسة النادي. في ألمانيا. وبانفكا في البرتغال. الثلاثة دول مناجم لأهم المواهبة اللي بتلعب في أكبر أنديت أوروبا. بيجيبوا يزبطوا يستفيد بيه فنياً. ومناكو كمان في فرنسا. والأرسل برضو في الحتة دي. ومناكو في فرنسا. مناكو جالوا وقت باع 7 أو 8 لعبين لأنديت أوروبا كلها. بس مزاي أكسور صح. طيب بعد ما شفت جدول الترتيب مع حضراتكم وتابعنا مع أحمد وبلال. تعالوا نشوف جدول النفقات. يعني أنا عايز أوريكم. أنا قلت لكم طبعاً في بداية الفقرة. لكن مش كل أحوال. والدليل أنه تشيلسي اللي في المركز العاشر في الدول الإنجليزي. هو أكثر الأندية الإنجليزية انفاق. 460 مليون. يعني تقريباً 60 مليون يورو. يورو. بالرغم على انتقالات في مُسم واحد. بالرغم بكده. بالرغم بكده. بالرغم بكده. بالرغم بكده بفركز العاشر. هناك شيء برضو مهم يا أحمد في جدول الترتيب. ان بص صافي الخسارة أحمد. 303. بالضبط. يعني هم أنفاقوا 460 مليون على الشراء. باعوا فقط بس ب 56. فصافي الخسارة 403. وده رقم كدير جدا جدا أنا سمعت كده في واحد من التقارير أنه ملاك النادي بيفكروا أنه هم يعيدوا بناء الفريق بالكامل ويستغنوا عن أغلب الأسماء حتى الأسماء اللي جاتت ده ما عندهمش تفاهم في الموضوع ده بيغيروا اللعيبة رغم أنهما طلعوا وأعلنوا أنهما على فكرة مرهنين على الجرام بوتر واستمراره السيزون ده والسيزون الجاي أعتقد هم أعلنوا كده هكمل منشستر رونايتد 240 مليون يورو بس الخسارة صاف الخسارة 227 227 يورو باع 13 باع ب13 مليون يورو واستهام طبعا وده نبدل أنه ما استهام بيصرف كتير كده 194 مليون يورو واستهام ترتيب في جدول الدوري اللي احنا سرى شايفينه رقم 16 16 والخساف الخسارة 172 مليون يورو نوتونجان فورست ده يعني أعتقد فيه مشاكل كبيرة جدا أنهم مشوا حتى الكشافة ناك في النادي وبسبب أنهم أنفقوا كتير جدا 181 مليون يورو في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برغم كده نشوف نتونجان فورست تقريبا برضو محققش الطموح اللي هما كانوا معتقدين أنه هو يحققه صف الخسارة 174 مليون يورو أرسلل 181 مليون يورو لكن أرسلل صف الخسارة 150 يورو عشان الوقت يا أحمد هكتفي بس بملاحظة سريعة وأخيرة فكرة أنه السيتي وبريتن وليست دول الثلاث الأندية الوحيدة اللي مع إنفقهم حققوا أرباح في مستوى أول موسم يعمل كده فعلا يعني هو جاب هالند وحقق أرباح يعني هو بيصرف بس في النهاية النادي بيكسب على المستوى الفني وعلى مستوى القصادي باع لعبة مهمة باع رحيم ستيرلينج وباع جابير خيسوس وزينشينكو استغربت قوي في زينشينكو بصراحة يعني خيسوس ماشي هو حتى السنة دي جورديولا في مركز الظاهير الأيصر محير جدا يعني هو كان اعتماده دايما على كنسلو وجوال كنسلو طول الوقت من وقت ما رجع كنسلو من كاس العالم وهو بيشرك أكي الظاهير الهولندي حتى لما غاب أكي المباراة الماضية أشرك لابورت في مركز الظاهير الأيصر وما بيعتمدش خالص على جوال كنسلو دي غريبة وزينشينكو الحقيقة زينشينكو مفتاح لعب واحد من اللي فرقوا جدا مع الأرسنل السيزون ده طبعا صحيح هو تركيبت الأرسنل السندي الحقيقة تقصب لأرتيتا نيكيتيا ده لعيب شاب عايز اقولك ان نيكيتيا ده ممكن لو موجود في نادي تاني ما يظهرش بالشكل ده يعني الفينيشينج اللي ظهر بينيكيتيا في كورت الهدف الثالث في موارات منشاستر يونايتد ما يعملهوش لعيب كبير رغم انه لعب شاب ومين مدرسة أرسنل بس لايه قوي على كورت الأرسنل هو سبحان الله انت تحس ان الأرسنل بيختار لعيبة يعني ساكة بوكايو ساكة لايه قوي على الأرسنل يعني ان شفت الانفجار اوديجارد في أرسنل مش ممكن بالزبط مارتينيلي جاي من دور درجة ربعة في البرازيل يظهر بالشكل ده وده قصة فكرة انك انت بتختار الكواليتي بتاع العيب بصرف النظر عن اسمه وبصرف النظر عن قيمة الصفقة وبتقدر تدمجه في شخصية الفينيجة يعني قبل السيزن ده لما تيجي تقول لأي حد في الشارع بيحب الكورة في أوروبا ويتفرج على الدورة الإنجليزية وكده الأرسنل هجيب مارتينيلي طيب الأرسنل هجيب اوديجارد هيقول لك مين دول يعني مين اللعيبة اللي جاية دي فكونوا يجيبهم وينجح بهم وبغيرهم ان هو يوصل لصدارة الترتيب ويقدم الكورة دي استنادي فكرنا بالأرسنل شو زحمة بالأرسنل الاستحوائز بتاع تاري عمي وباتريك فييرا وروبرت بيراس وماركو بيرمارس ودينيس بيركام حتى الإضافات اللي أضافها أرتيتا في يناير تروزارد لعب برايتون دخل المباراة اللي فاتت لايق أوي على طريقة لعب الأرسنل وشخصية الأرسنل تروزارد نزل عمل جون الفوز ويتحس نوع بيلعب مع الأرسنل مثلا بقاله سيزون أو سنتين على الأقل فلا هو الأرسنل ناجح جدا وأرتيتا بيعمل مشروع العمر لأرسنل منذ رحيل أرسنفينجر يعني أرتيتا بجد إدارة النادي بتراهن عليه وجددت الثقة فيه في وقت صعب جدا هو خسر المركز المؤهل لدور الأبطال أمام توتنهام في سيزون اللي فات ورغم كده الإدارة جددت له وراهنت عليه وهو بيثبت وبيرد إن هو يستحق الثقة والجمهور الأرسنل سبر علي بردو يعني فيه أندية جماهرية العقلية دي أنا نفسي الحقيقة تبقى منتشرة صحيحنا ما نبقاش عندنا أندية جماهرية جماعة احنا عندنا دوري فيه 18 نادي يبقى فيه 7 أندية بس جماهرية لكن في النهاية فرق زي اليونايتد زي ما كان بيكلم أحمد من شوية بيعاني بقاله سنين طويلة جدا بيحاول يوصل للقب واحد لقب واحد بس وصار فيه مليارات وجابوا أهم الأسماء سواء كمدربين مديرين فنين أو كنجوم جماهير زي البرسا اللي عانت لسنين طويلة جدا لغاية لما تشابي أدهم أخيرا جرع الأرسنل وقال لهم فيه أمل في اللي جاي جماهير زي الأرسنل استحملت كتير جدا في فترات طويلة فالثقافة دي أتمنى أنها يعني تبقى منتشر عندنا داي موجودة عندنا يعني عايزة أخطب بليفر بول في الدوري الإنجليزي فيه كلام أنه صلاح مش هيكمل وأنه ده آخر موسم وفيه كلام أن يورجين كروب مش هيكمل إيه قصة وإيه الحكاية وإيه الرواية قصة أعتقد أن نادي لفر بول أعتقد أن نحن بقى لنا سنين بنتكلم صلاح هيجدد مش هيجدد مش هيجدد هيجدد مش هيجدد أهو جدد يجي في آخر الموسم يقولك عشان بعد أن ما جدد وبداية طبعا السيئة جدا لفر بول فأعتقد ملاك النادي أصلا إحنا كله فيه كلام النسبة كبيرة أنه هم عايزين يبيعوا النادي وأنه عارضوا النادي للبيع فده السياسة كلها بتتغير فبقى كل دوقتي هم عارضين حتى النادي وعارضين أغلب اللعيبة اللي عايز الجيفية عروض تفضل بالرغم حتى كده من صلاح اللي كانوا قاعدوا فترة كبيرة جدا في المفوضات وفي الآخر صلاح حمد صلاح جدد لكن دلوقتي بقى متاح لا عادي أنت عايز محمد صلاح بحنا في وجود محمد صلاح وفي وجود أغلب الفريق في المركز التاسع بيقدم مستوى أعتقد من أسوأ السنين أو السنة لليفر بول تقريبا مع يورجون كلوب وطبعا هم صابرين على يورجون كلوب وده أعتقد أحيانا أنا بشوف أن ممكن تبقى أنت مدرب كبير وعملت مشروع بقاله فترة كبيرة لكن دايما الصبر على المدرب بشوف أنه طبعا بتبقى مش حالة كويسة وده برضو مشكلة قتلتكم مدريد مع السيميوني بشوف أن انت برضو خلاص لازم تجدد في مرحلة توصل خلاص في سوق توفيق في سوق التوفيق ده خلاص انت وصلت مرحلة لازم تجدد مش ممكن تبقى مش معنى كده مدرب سيء في سوق توفيق خلاص وشايف أن الخلطة أو التركيمة بقتش خلاص ماشية مع يورجون كلوب فممكن اللي ييجي جديد وممكن يبقى جزء برضو مرتبط بتقدم عدد كبير جدا من نجوم الفريق في السن امري كان مسكشو الأرسلال مش هي راح أخد مع فيا ريال على فكرة في الكاسد حل أوروب أجل ده توماس طوخ الجيمين مسك بعد لامبرد كان شلقة بتتاخد يمين وإشمال خد بيهم في أن دايماً أنت خلاص الكيميا بتاعتك مش ماشية معنى خلاص جابت أخرها مفيش عندك جديد تقدمه هل ممكن ده يكون آخر موسم لصلاحه هو السنة دي في حاجة طبعاً انت حضرك عارف تاريخية السنة السبعة اليورجون كلوب معروفة خلاص دي كده بيبقى كلوب بيجيب آخره بقى زي ما بيقولوا كده خلاص السنة السبعة دي عملها مع دورتموندس بالزبط والسنة دي بيكررها مع هي بتبقى حاجات تاريخية يعني ملهاش طبعاً رابط قوي في البتاع ولكن هي النتائج اللي بتأكدها زي السنة الثانية الأنشيلوتي على طول مع ريال مدريد معروفة برضو أن السنة الثانية السيزن بيبقى سيء جداً فالسنة دي السنة السبعة اليورجون كلوب سنة يعني طبعاً احنا شايفين التراجع الكبير جداً في النتائج فممكن تكون آخر سنة لكلوب لو حبوا يغيروا المدرب وصلاح أنا شايف أن محمد صلاح حقق كل حاجة مع ليفربول أو بارشنا أو باريس سانجرمان لأنه خد الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 سنة ده إنجاز مش هيفارق أزهان مشجع ليفربول وحقق كمان التشامبيونز ليج وفاس ببطولات وخدها ده في الدوري ثلاث مرات يعني نفس على كل حاجة وحقق كل حاجة فردياً وجماعياً مع ليفربول فكان لازم يمشي السيزن اللي فاتف أنا شايف أن لو في فرصة أنه يمشي عايزوا يروح فيين؟ أنا عايزوا عندنا في ريال مدريد عايزوا عندنا في ريال مدريد صلاح أحمد الصلاح في الريال طب إيه الأحسن لصلاح؟ أنا أقول لك الأحسن لصلاح الأحسن لصلاح برشلولا برشلولا لأنه يعني يروح هناك في طريق اللعب وهناك في ريال مدريد أعتقد أن يعني هيبقى صعب أن صلاح ممكن يكون متواجه في ريال مدريد بطريق أنشيلوتي لكن هو طريق لعب صلاح عايز مساحات فيه لعيب مصري هاسمع ردكم انتوا الاثنين بس هتدي فيه لعيب مصري شايفين موجود دلوقتي هنا في مصر شايفين أنه ممكن يعمل مشوار زي محمد صلاح؟ ممكن يعمل مشوار زي محمد صلاح؟ ها بشوف أنه يعني ممكن كان محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم بشوف أنه محمد عبد المنعم لعيب كبير لعيب عنده شخصية كوارية لعيب مختلف شايف أنه هو ممكن يقدر لو احترف بدري أعتقد أنه محمد عبد المنعم لديه دور كبير جدا بلال هو أحمد ما سمعناش بس أنا قيل لمحمد عبد المنعم أن أنت إن شاء الله بإذن الله في يوم الأيام تلعب في ريال مدريد إن شاء الله في ريال مدريد كل عزر حرير أنا أحجبهم صلاحه وعبد المنعم جانب بعد لا أنا شايف أن محمد عبد المنعم ما شاء الله لقوة تلعب بالله يمتلك كل المؤهلات والمواصفات الفنية اللي تؤهلوا أنا شايفه أفضل من الناس موجودة حاليا في ريال مدريد بس أنا مش عايزه يبني على كده وعلى كلامنا لازم يشتغل ويتعب زي ما صلاح تعب جدا صلاح ما وصلش اللي هو فيه بسهولة صلاح تعب جدا عشان يحق اللي هو حقه فإن شاء الله عبد المنعم يقدر بالتعب والمجهود أنه يوصل إن شاء الله ريال مدريد في يوم الأيام بشكركم شكرا جزيلا في عشرين ثانية هنختم بالحلو جدول الدوري المصري نشوف كده نظرة سريعة منكم على ترتيب فرق الدوري المصري بعد الجولة الخمستاشر يمكن النادي الأهلي الحمد لله طبعا في صدارة الدوري بعد الفوز الأخير على نادي زمالك ونادي البنك الأهلي 37 نقطة في المركز الثاني فيوتشر اللي عايزين برضو ناخد بالنا منه السنة دي 31 نقطة تعادل مبارح مع المصري بييجي في المركز الثالث نادي بيرا من سلاتين ومفاجئة الدوري الموسم ده ولازم نواجه التحية لكبشة وغريب بصراحة المركز الخامس نادي الزمالك في المركز ثم الاتحاد وغزة المحلة والمصري أسوان سؤالي سريعا جدا هل تتوقعوا إنه الدوري لما نوصل لآخر محطة في التركيبة دي التوليفة دي التشكيلة دي تختلف اختلاف جزري ولا هيكون أقرب للسبات والشكل؟ أنا شايفة تختلف بيرامدز موكري بها هو الثاني ونادي الزمالك الثالث بلالك آه أنا أتفق الأهلي بيرامدز زمالك يعني أنا شايفة هيكون فيه سراعة لو فيه سراعة في الحتة دي يبقى فيوتشر والزمالك هيزحموا بعض عن مركز الرابع ثالث وراءة أشكركم شكرا جزيلا لنوارت الدنيا أحمد مصطفى بلال محسن محليل كورو العالمية استمتعنا بيكم في السادسة وإن شاء الله بإذنها يكون لنا لقاءة تانية في حلقة الجاية شايفة دنيا تختلف تسخن كسعالم الشامبينز دي أفريقيا الشامبينز دي أوروبا واللي جايب دايما أحلى زي ما تعودتوا دايما في السادسة أشكركم كيانا على متابعة حالات النهاردة وعلى كل خير نتقابل في السادسة دايما على شاشة الأهلي اشتركوا في القناة